وارد جداً الحاجات دي تحصل وعشان كده كويس أقول إنها بتحصل بمبارات ودية برضو الكرة العرضية اللي اتعاملت هاني واقف سايد في ظهره إسلام محارب بتحصل بتحصل مع بكات وبكات عظيمة كمان يعني بكات بنشوف بنتفرج طول النهارة على الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني بتحصل الحاجات دي بس طبعاً لازم إن عشان المباريات القادمة وخصوصاً في المبارات الكبيرة في الدوري المصري ومبارات أفريقيا الحاجات دي هبصت لها بتعملك مشاكل مع فرودة الوداد مع مهاجمين في الدوري فرق أقوى من جونة كل ما المبارات كمان هتمشي حاسية اللعيبة هتزيد وبالتالي ممكن يستغلوا كرة زي دي بدماغه يقدر يسجل منها لكن في المجمل يعني ما فيش لأن الجونة بصراحة ما قدموش العرض اللي أنا قدر أقول أفادي النادي الأهلي بشكل قوي أنا كنت عايز أتكلم مع كابتن عادل في موضوع فريق جولن النهاردة يعني أنا لما أجيب خصم أو أجيب منافس قوي بيقدر يطلع من عندي شغل وأقدر أوف شوية على الفرص بتاعته لكن هو فيلر قلنا في البداية وقبل كده قلنا هو فيلر مش مقتنع قوي بالمبارات الودية بدليل أن في توقف يمكن مصر كلها استغربت وتكلمت على الموضوع ده في التوقف بتاع المنتخب الأولمبي حوالي 40 يوم ملقبش غير مباراة ودية واحدة بس هو ما كانش عايز يعملها كمان ففي النهاية هو بيعتمد على التدريب بيعتمد على الشغل بتاعه في التدريب بيعتمد على التجهيزات اللي بيعملها والتأسيمات اللي بيعملها في التدريب وبيشتغل من خلالها وشوفنا لما الأهلي رجع بعد بطولة أفريكا للشباب القصدي للمنتخب الأولمبي الأهلي يكمل ومشي بنفس الرتم اللي كان ماشي بيه واللعيبة مشي بنفس الرتم عادي خار أتوقع نفس الكلام برضو أن بعد التوقف هتلاقي الأهلي بشكل تدريجي بماشي بنفس خطواته الجونة زي ما قلنا أعتقد أنه محتاجين شغل محتاجين أنه يبقوا فيه يعني عايز أقول رتم أسرع من كده فيه كم كورة كانوا طلعوا بهجمات مرتدة عن نادي الأهلي بس فيه بطء في الهجم المرتدة وبالتالي الأهلي رجع عمل الارتداد بتاعه وتمركزه دفاعيا كويس فأصبحت الهجمة ملهاش أي ضعيفة وملهاش أي خطورة على مرمش النابي ترجمة نانسي قنقر